مساء الخير على الجميع كل من يعيش بألمانيا لازم ينتبه جيدا لأن شهر مايو أيار سيحمل تغييرات ومتغيرات وقوانين مهمة جدا لكل سكان ألمانيا أول تغيير هو كل شخص يسافر بالجو يعني يركب الطائرات أو سيحجز تيكت طيران بعد شهر مايو أيار حيصر زيادة بسعر تذاكر الطيران للرحلات بداخل الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي والزيادة هي كلما تبتعد المسافة كلما تكون الزيادة الضريبية أكثر السبب المعلن عنه هو رفع سعر ضريبة الطيران على المسافرين اللي جعلهم يسافرون بالقطار النظيف اللطيف الأقل تلويث للمناخ طبعا أنا أعتقد أن السبب الحقيقي هو أخذ أموال أكثر من الناس قدر الإمكان لو كانت الضريبة مثل ما يقولون لأجل المناخ فيجب أن ترتفع على سعر السفر اللي ممكن الإنسان يعملها بالقطار مثلا داخل الاتحاد الأوروبي من ألمانيا الفرنسا من ألمانيا الإيطالية بالقطار مثلا ولكن مستحيل تذهب إلى تركيا أو إلى دولنا العربية أو الهند أو أي مكان بالقطار والزيادة على المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي تكون أقل بينما خارج الاتحاد الأوروبي تكون أعلى وقد تصل إلى 70 يورو لكل تكت طيران واحد سواء من ألمانيا إلى خارج ألمانيا أو من خارج ألمانيا إلى داخل ألمانيا التغيير الثاني كل شخص يعمل بالتمريض أو بالرعاية الصحية أو مخطط أن يأخذ مسار مهني أو أنت ابنك صديقك أخوك تعرف أحد محتار أي مسار مهني يريد يتخذ لازم يعلم الجميع بخصوص الزيادات القادمة برواتب الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المجالات فالحد الأدنى سيكون على الشكل التالي أولا من يعمل برعاية المسنين وهو من العمال الغير مهارة مثلا عمل براكتيكوم شهرين وبعدها سيعمل بدار رعاية المسنين أول راتب إليه الآن 14 يورو و 15 سنت للساعة الواحدة سيصبح 15 يورو و 50 سنت العمال المؤهلين مهنيا يعني اللي يعملون برعاية المسنين وهم مؤهلين مهنيا عندهم أوسبلدونغ مثلا من 15 يورو و 50 سنت رح يصير أقل راتب للساعة 16 يورو و 50 سنت الممرضين الآن أقل راتب إليهم بالوقت الحالي 18 يورو و 25 سنت حيصير 19 يورو و 50 سنت للساعة يعني رفع كبير براتب الممرض رح يكون أقل راتب شهري لمن يعمل بدوام كامل 3200 يورو إذا حسبنا 40 ساعة بالاسبوع 160 ساعة بالشهر وأول راتب إليه هذا رح يكون ربما بمرور الزمن لما تزداد الخدمة السنين للخدمة قد يصل الراتب إلى 5000 أو 6000 يورو فإذا تعرفون أحد محتار أي مسار مهني يأخذ فارسلوا له هذا الفيديو ليأخذ فكرة بالنهاية لا يوجد مهنة سهلة بالعالم والمهنة الأفضل هي المهنة اللي معاش هيكون أعلى التغيير الثالث بكل محطات تعبئة الوقود بألمان ينتبهوا رح يتم فتح تساف زويلة جديدة يعني اللي تعبون بها وقود هي تساف زويلة رح يتم فتح نوع جديد للديزل الحيوي ويقال أن هذا الديزل صديق للبيئة لطيف للمناخ وهو حيكون على أنواع مثلا XLT وهافي أو والنوع الآخر اللي هو بيت سن اللي هو أكثر شهرة أنت لازم قبل ما تعبي ديزل تعرف هل هو ديزل حيوي أم ديزل عادي أي نوع ديزل يناسب سيارتك لأن ليس كل أنواع المحركات يعني يكون مناسب إلها الديزل الحيوي الصديق واللطيف على المناخ التغيير الرابع هذا التغيير عبارة عن اتفاقية بين ألمانيا وسويسرا أي شخص يقود سيارته وهو من ألمانيا يقود سيارته بسرعة داخل سويسرا حيدفع مخالفة يعني لألمانيا أيضا ونفس الحال ينطبق على المواطنين السويسريين لما تجون إلى ألمانيا تركبون مخالفة رح تدفعون أيضا مخالفة إلى سويسرا من حيث المبدأ تعتبر غرامات السيارات بسويسرا قل نسبيا من ألمانيا رغم أن سويسرا من أغلى دول العالم ولكن الأمور حتتغير وشيء آخر مهم وهو أن كثير من سكان ألمانيا اللي يعيشون بجنوب ألمانيا أو قرب الحدود السويسرية عندهم مثلا تأهي المهني شهادة معينة طبيب ممرض مهندس سائق قطار سائق باص سائق تكسي يذهبون للعمل داخل سويسرا لأن هناك الرواتب مرتفعة جدا مستوى الرواتب ومستوى دخل الفرد والمعيشة عالي جدا فيذهبون ويرجعون الآن حيدفعون غرامات إلى ألمانيا التغيير الخامس لازم ننتبه له بتركيز تغيير خطير جدا الذكاء الاصطناعي سينتشر بمحتوى الفيسبوك والإنستجرام بعد شهر مايو أيار هذا يعني أن الآن الفيديوهات والصور المعمولة بالذكاء الاصطناعي أحيانا يتم حذفها بأغلب الأحيان يتم حذفها من قبل المنصة يبقى بعضها ولكن أغلب الأحيان يتم حذفها ولكن بعد الشهر القادم سيتم السماح بيها وأبقاءها والسبب هو اللحاق بالركب مع التطبيقات الأخرى نتمنى أن لا يتم إثارة الفتن والنزاعات بسبب صور أو فيديوهات مفبركة رئيس دولة مثلا يتكلم بالحرب ضد دولة أخرى ويتبين أن الأمر هو فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي موضوعنا التالي أصدقائي تصريح مثير للجدل لوزير الثقافة والتعليم بولاية حسن سبب ضجة كبيرة بألمانيا ضجة غير مبررة كون الأمر معروف لما قالت أو لما قال الوزير أن الطلاب البالغين يحق لهم جلب الكنابس أو الحشيش إلى المدارس وقال بالتحديد يحق للطالب البالغ جلب 25 غرام من الحشيش دون أن يعاقب على حيازته لها إذا كان حاطى بحقيبة المدرسية كون لا توجد عقوبة قانونية من حيث القانون لكن ما يحق لأني دخن داخل المدرس الأمر يشمل الطالب البالغ يعني الأمر مشابه لأن يقول لك أحد مسموح لك تدخل مسدس داخل المدرسة ولكن ممنوع تقتل به أحد وزارة الثقافة بولاية حسن قالت أن هذه ليست نصيحة منها أو يعاز لنخبركم بشيء لا تعلموا ونخبركم بما يجب أن تعملوا بل نحن نفسر لكم جزء من قانون تقنين الحشيشة الجديد اللي دخل حيز التنفيذ بشهر نيسان أبريل الحالي وقال الوزير أيضا أن الأمر ينطبق على المعلمين كمعلم يحق لك تدخل الحشيش لكن بمنوع تدخن بالمدرسة تقول الوزارة أن بعض المدارس والسلطات البلدية أو البلديات الإدارات التابعة للكنيسة أو المدارس المؤسسات التابعة للكنيسة عندهم قواعدهم الخاصة فلما يعني يحضرون الكحوليات والممنوعات لما يتم ربطالب بحوزة هذه الأشياء فيتم أخذها منها وإعطائها إلى أهل طبعا وزير الثقافة بولاية هسين اللي هو أرمن شفاتس يعني هذا هو اسمه هو من حزب سيدئو هو من أشد المعارضين لحكومة أولاف شولتس وما فاجأت جميع بل يعني فسر قانون موجود بألمانيا وهو معارض لقانون تقنين الحشيشة تطرق للأمر بهدف انتقاد كبير للقانون بنفس الوقت قال أن الدراسات الطبية تنص على أن تعاطي هذه المادة الخطيرة من قبل الشباب تحت عمر 25 عام ممكن تسبب لهم الاكتئاب والشروط العقلي أو مرض الذهان الموضوع الأخير أصدقائي ألمانيا حزينة جدا وتبحث عن طفل واحد في مدينة بريمر بوغدا بولاية نيدا زاكسن فقد طفل ببداية هذا الأسبوع يوم الأثنين الماضي فقد الطفل وهو مفقود حتى اليوم للليلة الخامسة على التوالي الطفل اسمه أريان وعمره ستة سنوات المشكلة أن أريان مصاب بمراض التوحد ما يستجيب لنداءات الناس إلا لما أحد يصحب اسمه ما يستجيب لهالشيء وهو يحب الموسيقى والألعاب النارية مثل ما قال أهله واليوم الخامس على التوالي تتواصل عمليات البحث عنه وتدخل الجيش الألماني ونشر مئات الأفراد بتكتيكات جديدة يعتقد أو يفترض أنها ممكن تجذب انتباه الطفل اللي عنده توحد أفراد الجيش بدأوا يعني دخلوا 450 شخص من الجيش أيضا يبحثون عنه صاروا يستخدمون الأشياء اللي يحبها ألعاب نارية ألعاب ضوئية موسيقى هادئة يستخدمون المناظر الليلية اللي تستخدم بالمعارك بالليل حتى يشوفون الغابة بالليل مثلا طائرات الدرون يبحثون عنه بدون طيار يستخدمون الكلاب المدربة فكيف اختفى الطفل يقال أنه بكل بساطة خرج من البيت الباب مكانت مقفولة فتح الباب وطلع بره واختفى ويقال أنه أثناء البحث عنه اثروا على أثر يشتبه أنه أثر تابع عليه قرب نهر بالمدينة اللي هي بريمالفغدة بنيدازاكسن اسمه نهر أوزتي حتى تم استخدام أضواء ليلية بالسماء بالليالة تشوف شعاع بالسماء حتى عسى ولعل أن يذهب الطفل إليه ويعني للأسف حتى الآن لا توجد أي نتيجة إيجابية دوروا عننا بالأنابيب أنابيب المياه أنابيب الصرف الصحي بالأنفاق بين الأشجار بين البنايات ولكن لا نتيجة وصلنا للنهاية إن شاء الله تكونوا من السفاديات وتحياتي لكم مع السلامة